أمير الفقاير تلقى بساعة وفي هذه اللحظات انتلاق مبارات الجولمة قبل الأخيرة بين مستقبل رياضي بالمرصة والنادي رياضي البنزرتي في هنا في ملعب عبدالعزيزة الاشتوي بالمرصة في مبنى الحارس الحارس أنيس بن يوسف في هذه الكرات في انتظار التنفيذ كيف سيكون تنفيذ تميرة قصيرة وتصويبة وأنيس بن يوسف في المكان المناسب المحاولة الأولى كفادي كرة القدم والكرة ستعود برمية التميس لفريق المرصويين المحاولة والبحث على نيزار الشميسي كذلك أحد أبرز الأسماء في الرابط المحترف الأولى وهجمة وانطلاقة وفرصة إمكانية الجول الأول المحاولة والمراوخة والفرصة وكرة الله الهدف الأول أعتقد نيزار الشميسي نعم قلت الفنان ما سلت تحدث على هذا اللعب تتخير النتيجة في هذه اللحظات لفريق مستقبل رياضي بالمرصة أولى الهدف أعتقد في الصورة هو نيزار الشميسي صاحب القول الأول للفريق في هذه اللحظات إذن تتخير النتيجة بالفعل هو نيزار الشميسي رقم 26 شوف المراوخة عشية اليمين مراوخة أولى وثانية وتصويبها باليسار يسارية في مرمى البنصرتيين وأولى الهدف لفريق مستقبل مرصة أكيد لعاشق المرصة أن يقول ليت هذا الهدف كان في الجولة الفارطة نعم لكان توقيته مناسب ولا كانت عودة المرصة ولا كانت التنافس ياخر لحظات للبقاط في الرابطة الأولى ولكن الهدف أتى متأخرا ربما هذا لسان حال مشجع المرصة وعاشق المرصة الذي يقول نعم لو الوجع كبير والألم كبير نظرا لسقوط أحد أبرز الفرقة التونسية إلى الرابطة الثانية ولكن أكيد الأسد يمرض ولا يموت الكورة بنزارتيف يوصل ميدان سيبحث أكيد عن تعديل النتيجة ولكن أنيس بن يوسف في المكان المناسب على مرتات والفرصة وثم على الجهة اللي يصار كورة خطيرة لفريق اللي بنزارتي البحث عن المراوغة ماذا يوشير حكم الساحة إلى ضربة زاوية نعم ضربة زاوية لقرش الشمال الركلات الثابتة الكورة مرفوعة في القايم الأول والتدخل إلى ماذا يوشير حكم الساحة السقوط اللاعب في الكورة الأخيرة بالنسبة للسيابي إيادة الميداني البنزارتي اللي يحتل المرتبة الثانية بـ 23 نقطة سجل 13 هدف وقبل 8 أهدف الكورة ضعت سهلة إلى حارس المرمى اللي كانت للبنزارتيين في حدود 14 دقيقة مرفوعة في العمق والكورة مرت في هذه المباراة المحاولة والانتلاقة من ياسر المشرقي ياسر يعمل مراوغة الأولى العرضية من ياسر والتدخل من الدفاع والكورة غادرت الميداني لضربة زاوية الكورة الأخيرة بعد إشارة حكم الساحة مرفوعة على طول والبرصة ومرت تمام الجميع مازالت الكورة خطيرة ولكن مقطوعة والتصويبة والمتابعة وسهلة عند حارس المرمى أنيس بن يوسف يتقدم أكثر إلى الهجوم والانتلاقة والاستيماتة والمحاولة في المرور من يوسف البلاحي يوسف عمل كبير من يوسف ولكن طالت في نهاية المطالة أتميس نعم تلعب الكورة للحسن كنتي من تميرة من بوعلق الحسن كنتي الحسن كنتي هل يصوب الحسن تصويبه قوية وفرصة التعادل جول نعم التصويبه القوية تعديل النتيجة عن طريق طيب بن زيتون على ما أعتقد نعم الهدف الحس التهديفي لأصله مدافع نعم الطيب بن زيتون ولكن يمتلك من الحس التهديفي ما يتحول موقعه إلى موقع ومهاجم صريح نعم هدف كورة كانت قوية من حسن كنتي يمينية شوف تصويبه صاروخية وانيس بن يوسف في المكان المناسب ولكن الثانية من الطيب بن زيتون يضع الكورة في الشباك ويعدل النتيجة لفريق النادي رياضي البنزرتي على الأقل المرتبة التي يمكن أن تقنع جماهير البنزرتيين المحاولة خطيرة وفرصة ولكن بكيفية غريبة أرضية أرضية كورة خطيرة والإمكانية متواصلة المحاولة الحسن كنتي يجرب حظه مرة أخرى ولكن الكورة مرت بعيدة مقابل واحد سيسو كوهل يكون في التنفيذ على التنفيذ من بوعلاجي والكورة عرضية والمتابعة من ييد الميداني في الدوزيان بالييد ولكن يخسر الكورة نزار شميسي رغم الفنيات العالية والمرور بطريقة مثالية والمتابعة ولكن طالت مرت سلامات الكورة على طول الجيال يمنى كورة بكورة محاولة بمحاولة مباراة ترتقي لمستوى جيد الأمانة رغم خياب الريهودة الموسم القادم الكورة لليسارة المحاولة وعرضية إلى القائم الثاني المتابعة وفرصة كونترول متميز وانطلاقة ماذا هناك الكورة والحكم يقول ما فيها ولا شيء عدد من جماهير المرصويين الموجودين خارج الميدان لمؤازرة فريقهم نعم هذا الوفاء وهذا معنى الوفاء وهذا يمكن أن يفسر أبدا في مشاعر كبيرة تكونها الجماهير الرياضية لفرقها في كورة القدم الكورة مرفوعة دون عنوان بعيق المرصويين الانطلاقة على الجيال اليمين البحث عن المرور بالنسبة لعزيز الترايدي عزيز والنمسة والعرضية والإمكانية وبكيفية غريبة يوضيع فرصة الثاني لهادي سويد الهجمة على الكورة على اليسار فرصة وعرضية في انتظار الرأسية والتدخل من عزيز الشاوش في الكورة الأخيرة وفي الجبل الساق اليمنى بالنسبة لهذا اللاعب العودة لليمين مرة أخرى الهجمة على الجيال اليمنى يبحث عن عرضية والكورة مرفوعة في القائم الأول والاستقبال بالرأس ما زالت المتابعة والكورة خطيرة ولكن سهلة بين أحضان حارس المرمى فسيكون التنفيذ تكون الركلة ثابتة الحل يلعبها قصيرة وان تو ما بين يد الميداني واللاعب بوعاليجي والمساعدة ولكن التدخل من الدفاع في نهاية وبالنسبة للمرصة البحث عن أيمن العامري في الكورة الأخيرة واللمسة مع أيمن البديل على الكورة أرضية ومحاولة والمتابعة ولكن مرت سهلة فريق قرش الشمال هيوكشر على الأنياب في هذا الشوط الثاني والكورة عرضية ولكن سهلة لحارس المرمى ياد ياد يلعب الكورة للطيب بالزيتون خطيرة ولكن أنيس بن يوسف في المكان المناسب المحاولة لفريق المرصة عرضية ترفع والكورة ولكن ستة أمتار في قصيرة وجملة من التميرات بين اللاعبين وتصويبه قوية جول الثاني الله هو ثاني لفريق النادي رياضي البنزرتي قوية ماذا فعلت يا أنيس يا بن يوسف ماذا فعلت يا أنيس بن يوسف البديل فراس بن عثمان نعم فراس بتصويبه من مسافة بعيدة يضع الكورة في الشباك وهدف ثاني لفريق النادي رياضي البنزرتي يعقد الأمور على المرصة آه يا أنيس آه يا بن يوسف ماذا فعلت في الكورة الأخيرة خطأ يرتكب من حراسة المرمى وهدف الثاني لفريق النادي رياضي البنزرتي لقرش الشمال يكشر على الأنياب في راس بن عثمان نعم بتصويبه قوية في الكورة الأخيرة تأتي بالجديد لفريق النادي البنزرتي تصعب المأمورية والمحاولة عزيز الشيوج مع بونور الفرصة خطيرة لفريق المرصة تمديرها متميزة على الكورة والمحاولة والأجمة باقية متواصلة وماذا يقول الحكم تموت ولكن أكيد على المستوى المعنويات ومستوى الإرضاء الإرضاء الجماهير أكيد التي البعض منها موجود حتى أمام الملعب باعتبار العقوبة الكورة من أيمن العامري والنمسة ولكن ضعت في نهاية المصرتي الكورة للحسن كونتي الحسن كونتي يرفع الكورة في العمق المتابعة والإمكانية والكورة العارضة ولكن قبل ذلك المخالفة كانت لانيس بي اليمنى لعزيز الشيوج عزيز الشيوج يلعب الكورة في العمق الفرصة لتعديل النتيجة والتدخل الدفاع محاولة مزالة كورة خطيرة من نزار سميشي ولكن ضعت في نهاية المطاب رأس بن عثمان صعب الأدف الثاني إلى الطيب بن زيتون الهدف طيب بن زيتون يرفع الكورة إلى القائم الثاني المتابعة مزالة المحاولة من أشرف فرشيشي وفرصة وانطلاق نزار مراوخة سلام يا سلام يا نزار والكورة من نزار آه يا نزار اطنبت في امتلاك الكورة يا نزار أغات ولكن هذا بالشيء الكثير ولكن لم يجد التغرب كان عندهم كانية التمرير عزيز الشيوج جاب الله جاب الله خطيرة يترك على نجه اليسر آه يا جاب الله البحث عن الحل بالنسبة للمرسويين البحث عن التعديل على قل النقطة والكورة والانطلاقة وخالد السعداني الكورة ستعود بمخالفة لأنه ننسج ربما في بعض الأحيان على المنوال الأوروبي الكورة من أبدو سيدي تصويبة قوية جدا قوية من أبدو سيدي في هذه المباراة في بدايتها على فريق نيدر بن زر الكورة عرضية مرفوعة والتدخل والجول والجول فريق المستقبل الرياضي بالمرصب نعم تعديل النتيجة في هذه اللحظات في هذه الكورة براسية البديل نعم البديل محمد الصادق ينقزه يعدل النتيجة لفريق مستقبل الرياضي بالمرصب أكيد لما زال الهزيمة لأنه الهزيمة ستعقد الأمور أكثر خاصة على مستوى المعنويات نعم أدرك أنه لا الانتصار ولا الهزيمة ولا التعادل سيغير شيء ولكن دائما المعنويات يكون لها قيمة كبيرة سوى نفسية اللاعبين أو نفسية الجماهير تقيقة الثانية عزيزي المشاهد الكورة تلعب قصيرة من نزار واللمسة نزار مازال الكورة خطيرة نزار انطلاقة نزار نزار اللمسة لعزيز الشاوج عزيز يبحث عن العرضية المحاولة المرصوية ركنية جديدة يضغط يضغط الجناوية في هذه اللحظات هل تكون مفتاح القول الثالث هل تكون الفرصة للتسجيل هذه المرة عرضية في القائمة الثانية مباشرة ولكن مرت بعيدة من نزار على طول ربما الهجمة الأخيرة ربما الكورة الأخيرة نزار تدخل تدخل من عزيز هلو ماذا بطاقة حمراء البطاقة الحمراء تدخل تدخل عنيف في الكورة الأخيرة في العملية الأخيرة والبديل نعم البديل يتحصل على البطاقة الحمراء في هذه اللحظات عزيز يوسف عزيز نعم رقم ثلاثة على الصورة بعد التدخل إدارة تنفيذ من أيمن العامري أيمن يرفع الكورة العرضية في مناطق النادي البنزارتي والمتابعة والمخالفة لدفاعات اللاسيابي بديل وفي هذه اللحظات بالفعل يعطي حكم الساحة إشارة نهاية لمقابلة بين المستقبل الرياضي من مرسى والنادي الرياضي البنزارتي هدفين مقابل هدفين متابعي ديوان سبور المنصة اشتركوا في القناة